صدق وزير الداخلية محمود توفيق على قابول دفعة جديدة من الطلب الراغبين في الالتحاق بكلية الشرطة من الحاصلين على الثانوية العامة والأزهرية تشمل الدفعة الجديدة كذلك الحاصلين على درجة الليسانس في الحقوق ذكور وإناث والبكالوريوس في التربية الرياضية إناث والمؤهلات الجامعية التي تمثل احتياجاً لقطاعات وزارة الداخلية صدق السيد محمود توفيق وزير الداخلية على قابول دفعة جديدة من الطلبة الراغبين في الالتحاق بكلية الشرطة للعام الدراسي 2023-2024 من الطلبة الحاصلين على الثانوية العامة أو ما يعادلها والثانوية الأزهرية بحد أدنى 65% للعام الحالي والعام الماضي وكذا الطلبة والطالبات من الحاصلين على لسانس الحقوق بحد أدنى تقدير مقبول والحاصلين على بكالوريوس تربية الرياضية بحد أدنى تقدير مقبول كما أعلن مساعد وزير الداخلية لأكاديمية الشرطة خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بمقر الأكاديمية للإعلان عن ضوابط ومعايير القبول بكلية الشرطة عن قبول دفعة من طلبة الجامعات في التخصصات التي تمثل احتياجاً أساسياً لقطاعات وزارة الداخلية بتقدير جيد كما أعلن عن مواعيد التقدم لكل فئة أولاً الحاصلون على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها أو شهادة إتمام دراسة الثانوية الأزهرية الشهادة السنوية من الخارج الدبلومات الأجنبية مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا للعام السابق 2022 ثانياً الحاصلون على شهادة الليصانس في الحقوق زكور وإناس بكاريوس التربية الرياضية إناس للعام السابق 2022 ثالثاً الحاصلون على المؤهلات الجامعية بكاريوس لصانس ماجستير دكتوراه في التخصصات التي تمثل احتياجاً لقطاعات الوزارة للعام السابق 2022 وبالنسبة للطب البشري للعامين السابقين 2021 و2022 تبدأ اعتباراً من يوم السلساء الموافق 18-7-23 حتى يوم الخميس الموافق 10-8-23 ولمدة 24 يوم الحاصلون على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها أو شهادة إتمام دراسة الثانوية الأزهرية الشهادة الثانوية من الخارج الدبلومات الأجنبية مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا لهذا العام 2023 وطلبت الدور الثاني تبدأ اعتباراً من يوم السلساء الموافق 1-8-23 حتى يوم الخميس 31-8-23 لمدة 31 يوم خامساً الحاصلون على المؤهلات الجامعية بكالوريوس لسانس ماجستير دكتوراء التخصصات التي تمثل احتياجها من اقطاعات الوزارة وشهادات اللسانس في الحقوق زكور وإناس بكالوريوس التربية الرياضية إناس لهذا العام 2023 تبدأ اعتباراً من يوم السلساء 1-8-23 وحتى يوم الخميس 14-9-20-23 والمدة 45 يوم التقديم لكل المؤهلات والإعلان عن مواعيد الاختبارات ونتائجها سيكون عبر موقع وزارة الداخلية على الإنترنت والذي يتضمن أيضاً كافة ضوابط ومعايير القبول والمؤهلات المطلوبة كما تم الإعلان عن تقديم حزمة من التيسرات للمتقدمين للاختبارات بأكاديمية الشرطة منذ لحظة بدء الاختبارات المعلن عنها حتى الإعلان عن النتائج النهائية إعلان نتائج جميع الاختبارات الخاصة بالطلب المتقدمين وتحديد مواعيد الاختبارات من خلال موقع الوزارة على شبكة الإنترنت وذلك تيسيراً على الطالاء وأولياء أمورهم في متابعة نتائج أبنائهم دون تحميلهم مشقة الصفر للقاهرة للوقوف على هذه النتائج من مقر أكاديمية الشرطة إعداد عدة منافس لاستخراك صحف الحالة الجنائية وبيع طوابع والدمغة ونسخ الأوراق والتصوير الفوتوغرافي الفوري واستخراج الوسائق اللازمة للطلب المتقدمين تشكيل لجنتين للاستعلام على بوابتين الأكاديمية الرئيسية ورقم خمسة للرد على الصفصرات المترددين إعداد مركز لخدمة الطلبة الجدد داخل لجان تلقي الطلبات للتيسير على الطلاب والرد على الصفصراتهم توفير خطي تليفون مباشرين لتلقي أي الصفصرات من الطلبة وأسلهم عن شروط أو إجراءات أو أوراق الالتحاق ويتمتع الطلاب من الملتحقين بقسم الضباط المتخصصين بمزايا متنوعة يأتي في مقدمتها مكافأة طوال فترة دراستهم توازن مرتب المقرر للمؤهل الجامعي الحاصلين عليها كما يحصل الخريج على كافة المزايا الصحية والاجتماعية وثقافية ورياضية المقررة لضباط الشرطة يخضع المتقدمون للالتحاق بكلية الشرطة من كافة المؤهلات لاختبارات ثقافية ورياضية وبدانية وصحية ويمثل اجتيازها نجاحا في الالتحاق بهذا الصرح الأمني المتميز والدراسة فيه وفق برامج تعليمية وتدريبية متطورة تؤاهلهم لحمل مشعل أمن وأمان هذا الوطن الاعلان عن قبول دفعة جديدة بكلية الشرطة يفتح باب أمل للراغبين في الالتحاق بهذا الصرح الأمني المتفرد في أن يتقدموا ويجتازوا الاختبارات المحددة ليحملوا مشعل أمن وأمان هذا الوطن عبدالله بركات التلفزيون المصري